موسيقى النهاردة بدأ باب تسجيل المصريين في الخارج باستقبال المصريين في الخارج لتسجيل أسماءهم وحتى الأول من شهر ديسمبر من العام الحالي أو موعد دعوة الناخبين الاستفتاء وذلك في إطار تحديث قاعدة البيانات للمصريين في الخارج ممن بلغوا 18 عام وتم حث الوفايات وبتشير الأرقام الرسمية إلا أن عدد المصريين في الخارج بيبلغ ما يقرب من 2 مليون و7 من 10 نسمة اللي ليهم حق الانتخاب أما طبعا المصريين في الخارج أعدادهم أكثر من كده يمكن بتزيد عن 10 ملايين ولكن هذا الرقم خاص بليليهم حق الانتخاب فعلا زي ما قالت قاعدة البيانات طبعا المصريين في الخارج في الفترة الأخيرة لعبوا دورا كبيرا في الأحداث كنا بنتابع مع حضراتكم مسيرات خاصة بالجاليات المصرية في عدد من الدول بيتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه المسيرات بتؤيد آراء وبترفض آراء كانت بتبعث بالكثير من الرسائل الخاصة بموقف المصريين في الخارج وبالتالي كان لهم دور واضح وكبير في الأحداث في مصر طبعا بجانب دورهم اللي يعني بيتجلى فيه الناحية الاقتصادية بشكل كبير في مصر معنا على الهاتف الأستاذ طارق سعد مدير قواعد البيانات باللجنة العليا للانتخابات مساء الخير أستاذ طارق مساء نوري فاند ممكن حضرتك يعني تدينا تفاصيل أكثر عن تسجيل المصريين في الخارج لأسماءهم وده اللي بدأ النهاردة بالفعل وحتى الأول من شهر ديسمبر من العام الحالي ايه هي القواعد ايه هي الشروط أول حدى طبعا أنه هو لغاية أول ديسمبر أول صدق قرار دعوة الناخبين يعني لو صدق قرار بدعوة الناخبين اللي استفتقى على الدستور قبل واحد ديسمبر بيغلق الباب لأنه ليه جوز التعديل في قاعد بيانات الناخبين بعد هذا التاريخ ده الجزء الأول الجزء الثاني أن التسجيل هو عبارة عن تسجيل رغبة المواطن المصري في تغيير مقره الانتخابي يعني ممكن هو يكون برا مصر سيقول أنا مش عايز أنتخذ في الدقي زي ما أنا محطوط أنا عايز أروح السعودية وممكن يكون السعودية ونقل الكويت وممكن العكس فيه ناس مسجلين عندنا أنه هما في الخارج وربع مصر فبرضه من حقه أنه هو يقول أنا رجعت مصر عشان يرجع يقاعد تاني فيه في الداخل فده مضمون القرار طيب القواعد الخاصة يا فندم بالمصريين في الخارج اللي عايزين يبدأوا فعلا بتسجيل أسماءهم هما يخشوا على موقع اللجنة العليل الانتخابات ويبتدي يسجل اسمه يكتب رقم القومي لأنه طبعا أنه لازم يكون عنده رقم قومي واستصدر بطاقة رقم قومي واللي عنوان في مصر فهيدخل حيتطلب منه لو كان أول مرة هيتطلب منه اسم اسم الوالدة عشان تأكيدا على أن اللي دخل ده دخل من برة ويتطلب منه شوية بيانات لها علاقة بمكان وجوده وفي أي مكان يرغب في تسجيل نفسه لأن في بلاد فيها سفارة قمثلية فهو ممكن يختار ما بين تا أو دا العدد اللي عندي بيقول 2 مليون و7 من 10 يعني ده جايز العدد الغير رسمي إحنا عملنا إيه العدد الرسمي إحنا فتحنا باب التسجيل ثلاث مرات مرة كانت مع الانتخابات بردنة 2011 وكانت في الفترة ما بين 10 نوفمبر و19 نوفمبر 2011 وتسجل 355 ألف ومرة تانية في الانتخابات الرئاسية وكانت في الفترة من 5 مارس ل11 إبريل 2012 والعدد ده ارتفع ل586 ألف ومرة تالتة مع الانتخابات المجلس النواب اللي هي كان مزمع قامتها في 2013 في إبريل 2013 وتفتح الباب من 8 يناير لغاية 21 فبراي والعدد ارتفع ل672 ألف دول اللي مسجلين لدينا إنه هم في الخارج ويرغبوا في التصويت يعني تم تحددهم بناء على إيه يا فندم؟ مين اللي تم يعني أخذوا في هذه القائمة ومين اللي تم حدفه؟ اللي دخل على الموقع وسجل نفسه بس طبعا قبل ما بيسجل نفسه بالضرورة يكون هو مسجل في قاعدة دعنات الناخبين لازم يكون مر بكل مراحل التأكد من أحقيته في الانتخاب اللي بيمر بيها أي مواطن موجود في مصر بعد كده بيخش هو يسجل رغبته في نقله من مقره اللي في مصر لمقره اللي في الخارج وبياخد رقم تسجيل بيتعامل معنا به على طول بعد كده طب لو فيها فندم يعني شكاوى من المواطنين والمصريين في الخارج إزاي بتتعاملوا معاها؟ إزاي بتستقبلوها؟ إزاي يقدروا يوصلوها لحضراتكم بالأساس؟ هي أولا بتوصل عن طريق الموقع الإلكتروني نفسه في مكان لاستقبال الشكاوى ثانيا الشكاوى دي بتفرز الشكاوى الفنية منها بنتعامل معها هنا كناس مسؤولين عن الجدء الفني والشكاوى القانونية بتحال طبعا للقانونيين باللجنة العليا للانتخابات عشان يردوا عليه أنا بشكر حضرتك أستاذ طارق سعد مدير قواعد البيانات باللجنة العليا للانتخابات على هذا التوضيح